نقل المصنف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم الله سلم في أوله بتوقي الظلم فقال اتقوا الظلم وفي رواية إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ثم عطف على هذا التحذير وعلى هذا الأمر أمرا آخر فقال واتقوا الشح وفي رواية وإياكم والشح والشح هو نوع من الظلم لكنه ظلم عظيم كبير يفسد على الإنسان معاشه ويخرب آخرته الشح هو شدة الحرص وليس فقط البخل فالبخل هو صورة من صور الشح لكن الشح أعظم من ذلك وأكبر وأكثر وأخطر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في الصحيح قال إياكم الشح فإن أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالظلم فظلموا فجعل الشح هو الذي يحمل على البخل هو الذي يحمل على الظلم هو الذي يحمل على القطيعة وبه يعلم أن الشح أعظم خطرا من البخل فالبخل هو إمساك ما في اليد من المال ونحوه لكن الشح أعظم من هذا فإنه إمساك لكل حق واجب على الإنسان ويزيد على هذا بغي على الآخرين بكراهية ما في أيديهم من الخير والحرص على ما في أيديهم مما آتاهم الله تعالى وعطاهم ولهذا لما ذكر الله تعالى أهل الإمام من الأنصار قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا فصدورهم سليمة على غيرهم فيما ساقه الله تعالى إليهم من الخيرات فلا يجدون حسد ولا يجدون كره ولا يجدون غل لما ساقه الله تعالى على غيرهم من الخير والفضل سواء كان الفضل دين أو دنيا فليس في صدورهم غل ولا حقد ولا حسد على إخوانهم ويضيفون إلى هذه الخصلة خصلة أخرى جميلة فيقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي يبذلون ويقدمون حاجة غيرهم على حاجة أنفسهم ثم قال صلى الله عليه وعلا ثم قال جل وعلا في بيان عظيم ما تبوأه هؤلاء من الفضل ومن يوقى شح نفسه بتحقيق تلك الخصالة المتقدمة سلامة الصدر على ما في أيدي الناس والبذل والإثار بتقديم حاجة غيرك على حاجة نفسك ومن يوقى شح نفسه فهؤلاء كهم المفلحون فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الشح أي اجتنب التورط فيه وهذا يعني أنه الإنسان يستطيع أن يعالج نفسه من الشح ويقي نفسه هذه الخصلة وأنه ما في خصلة من خصال الشر يقول إنسان أنا ما أقدر أعالج نفسي فيها بل كل خصلة من خصال الشر تستطيع أن تتخلص منها وتستطيع أن تتجنبها وكل خصلة من خصال الخير تستطيع أن تكتسبها وتستطيع أن تتحلى بها فإنما الصبر بالتصبر وإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وإنما الكرم بأخذ أسباب الكرم وطيب النفس بأخذ أسباب طيب النفس قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الشحاء فإنه أهلك من كان قبلكم كيف أهلكهم أي أوردهم الهلاك والهلاك هنا يشمل نوعي الهلاك هلاك الدنيا بما في قلوبهم من اللضى والحسرة والضيق والضنك وبما يصيبهم الله تعالى به من العقوبات العاجلة وأما الهلاك الأخروي فذاك حدث عنه ولا حرج وذلك لعظيم ما ينتج عن الشح قال اتقوا الشح فإنما أهلك من كان قبلكم ثم قال حملهم على من سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم سفكوا دماءهم أي استبحوا الدماء والسفك هو زائد على القتل لم يقل وقتلوا أو وقتلوا أو وقتلوا الناس بل سفكوا الدماء دلالة على الإسراف في دماء الخلق بالقتل والجنايات بما دون القتل كله يدخل في هذا ثم جاء بما هو أوسع قال واستحلوا محارمهم والمقصود لاستحلال المحارم استباحة الدماء واستباحة الأموال واستباحة الأعراب كل ذلك ناتج على الشح ولهذا ليس شيء أفسد على الإنسان في دينه ودنياه من الشح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما جاء في حديث كعب بإسناد جيد قال صلى الله عليه وسلم ما ذئباني جائعان أرسل في غنب بأفسد لدين المرء من حرص المرء على المال والشرف لدينه يعني حرصه على المال وهذا أكثر من البخل الحرص على المال ليس فقط بخلا بخل وزيادة لأن الحرص على المال سيمسك ما في يده وسيسعى لأخذ ما في أيدي غيره ببخص الحقوق وظلمها وانتهاك الأموال الحدود بالسرقة والاغتصاب والغصب والاختلاس وغير ذلك من أوجه كسب المال الحرام وبالتالي ينبغي الإنسان أن يحرص على التخلي من هذه الخصر على العظيمة الشؤم على الإنسان وقد كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول في طوافه ربقني شح نفسي ربقني شح نفسي ربقني شح نفسي لا يزيد على هذا الدعاء يسأل الله أن يقيه شح نفسه فقيل له في ذلك قال إنك إذا وقيت شح نفسك سلمت من الظلم والبخل والقطيعة وفي رواية أخرى قال إنك إذا وقيت شح نفسك أفلحت وقرأ قوله تعالى ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون اللهم قنا شح أنفسنا وعنا على طاعتك استعملنا بما تحب وترضى وعنا على كل فضيلة وقنا كل رذيلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد